السلام عليكم ويعطيكم العافية وفتاة اثر اليوم ان شاء الله رح نشرح محاضرة البيو كيمة الثانية طبعا المحاضرة تأخرت لحتى نزلناها لانه هاي ثالث مرة بسجلها المرتين اللي قبل المرة طلعت الصوت في تشويش المرة الثانية طلعت بدون صوت فيعني ان شاء الله المرة هاي بس اكملها يطلع في صوت وما يكونش في خلاص ونزل المحاضرة طبعا المحاضرة بنسبة كبيرة جدا تعتمد على الحفظ فيها شوية فهم ولكن نسبة اكبر المحاضرة حفظ فيها قسمين هي قسم البون ماركر والقسم الثاني امراض امانة سنوات المحاضرة انا اطلعت عليهم يعني تقريبا كل السنوات هي على الامراض وفي مرض معين بس اصلا عنده رح اقولكم انه بتركزوا عليه لانه الاسئلة يعني للسنوات كلها جاي عليه واسئلته جدا بسيطة فالمحاضرة ان شاء الله مش رح توسع فيها كثير لانه شفت السنوات الاسئلة جدا مباشرة وفيش داع الواحد يتوسع فيها كثير وعشان يعني يطلع الريكورد قصير لانه دائما بتشكو من الريكورد الطويل فعني رح حاول قدر الامكان انه ما يطلع شرحة طويل طيب بسم الله مبدلش احنا اخذنا المحاضرة الماضية اخذنا انه عندي البون قلنا بهو عبارة عن ديناميك ستركتشر هو بمر في مرحلة ما بين تكسير وبناء تكسير وبناء هاي احنا يعني انطلاقا من هاي السايكل ما بين الفورميشن و اللامس الله سيدنا محمد الريزوربشن سميناها احنا اللي هي البون دايناميك ستركتشر وهي بسميها هاي عبارة عن سايكل او بون ريموديلينك سايكل تمام فاحنا صرنا عارفين انه البون رح مر عندي في مجموعة من التغيرات مر رح يتكسر بعد ما يتكسر رح يرجع ينبني رح يرجع يتكسر و ينبني وهاي العملية تقريبا يعني مستمرة الى حد ما تمام اه طيب احنا عرفنا انه البون هو عبارة عن اه يعني كتشو كبون من شو مكون مكون عندي اكيد او كل تشو بالحياة مكون عندي من ايش من خلايا واكسترا سيلر ماتريكس تمام فالبون بحد ذاته في عندي سلز مكونات له وفي عندي اكسترا سيلر ماتريكس واخذنا مكوناتهم بالمحاضر الماضي وعرفنا ان الاكسترا سيلر ماتريكس فيها الكولاجين وانا كولاجين بروتين وعرفنا ان الكولاجين الموجود في البون هو تايبون تمام تمام اليوم رح مبلش نوقع عن الماركر ايش يعني الماركر انا حكينا بالمحاضر الماضي برضه انه انا عشان اقدر احكم انه هذا المرض او مثلا عملت فحص للسيرة مثلا لقيت عندي انزيم مرتفع او لقيت عندي نسبة بروتين عالي مثلا في الدم تمام عشان اقدر اقول انه هاد السبب ارتفاع هذا الانزيم هو مثلا الليفر فلازم يكون هاد الاشي سبيسيفك للليفر ايش يعني انزيم معين مش موجود عندي الا بالليفر فارتفاعه رح يدلني مباشرة على مشكلة موجودة في الليفر ولكن اذا كان عندي هذا الانزيم موجود باكثر من مكان باكثر من عضو ارتفاعه ما بقدر احكم فيه انه سبب الارتفاع هو هذا المرض الا اذا استثنيت باقي الامراض اللي ممكن تصيب باقي الاعضاء اللي بتحتدوا على هذا الانزيم تمام فبالتالي اي اشي مثلا انزيم معين موجود فقط في العظام اذا اخذت عين الدم او فحصت المريض عملت له فحص معين تمام ولقيت مثلا ارتفاع بهذا الانزيم مباشرة رح يدلني هذا الارتفاع انه انا في عندي مشاكل بالعظام تمام تمام فالمركر هاي انا رح استعملها بالتشخيص انه ارتفاعه رح يدل عندي انه موجود عند هذا المريض مشكلة سواء بالبون ريزوربشن او البون فورميشن تمام تمام طبعا هذول اول اشي هي بس مقدمة عن مواضيع المحاضرة هون بشرح لعن البون ريمودلينج سايكل اللي هو الوضع الطبيعي بعدها رح يصير في عندي تكسير بعدها رح يبلش بناء العظم بعدها برجع للرست وهي العملية قلتنا هي عملية مستمرة ما بين تكسير وبناء تمام فا اخذنا احنا انه او قلنا هسا انه يعني كعظم مكون عندي من خلايا والخلايا احنا عارفين ان كل خلية جوتها في بروتينات في انزيمات في مواد او مكونات جوتها داخل الخلية وقلنا الاكسترا سيلر ماتريكس موجود فيها كولاجين او كونوم سولف عن عظم فهو كولاجين تايبون ونان كولاجين بروتيين واشياء ثانية تمام تمام فمثلا احنا صارنا عارفين المكونات لو صار في عندي تكسير للعظم فما انا هنبدأ عرف انه رح ترتفع عندي انزيمات معينة الموجودة داخل هاي الخلايا مثلا رح يرتفع عندي نسبة الكولاجين بروتكت مثلا رح ترتفع عندي البروتينات الثانية الموجودة بالاكسترا سيلر ماتريكس فانا اليوم بدي اتعرف على هاي الاشياء اللي رح ترتفع سواء اثناء تكسير العظم او اثناء بناء العظم تمام تمام للتذكير رح نقول نالكو لجن مكون عندي هو من ثلاثة امانو اسد اخذناه طبعا هذا بتحديد المحاضر الماضي اقولنا مكون عندي من ثلاثة امانو اسد الواحد منهم هو الاث قليسين واثنين اخرت فى المخطلية deinen اطلاق مختلفات عادي واخذنا انه مكون عندي من ثلاثة او الفا اشين واحدة الاف او اشين murdered طبعا ملاحظات بهمني لقدام. طيب هاي شرحنا هون بذكور لي عن البون الالكالاين فوسفاتيز البي اي بي. اه لما يكون مرتفع هو بقول لي دليل على اه بون فراكتر او بكون موجود عند اه البرغنانت اه ومن اعلى من الننبريغنانت. طيب هاد وين اخذنا الالكالاين فوسفاتيز ذكرنا بالمحاضر الماضي انه موجود عندي اه بالاستيوبلاست. استيوبلاست هي الخلايا المسؤولة عن بناء العظم. تمام تمام. هو عن شو مسؤول مسؤول عن البون اه منيرلايزيشن. ايش يعني يعني مسؤول عن تكوين العظم خلينا نقول. فلما يكون في عندي او واحد مثلا صار عنده كسر معين اكيد رح يرتفع هذا الانزيم ليش? لانه يعني بعد ما صار كسر قلنا انا عندي سايكل صار عندي كسر ما اناها بعد يبدو صار عندي بناء طبع عشان اصار في عندي بناء لازم ترتفع عندي هاي الانزيمات اللي بتساهم اه في عملية البناء فراح يرتفع الكلام فوسفاتيز. عند البريغنانت ويمن طبعا في اكثر من اه في اكثر من نظرية او في اكثر من سبب مذكورات عن هذا الموضوع مش مش ذاكر لكم ايها الدكتور. ولكن اه في نظريات بتقول انه بسبب الهرمونات نظريات بتقول عن طريق ال ايش اسمه الغشال بكون محب بالجنين. الله مصرح السيد محمد نسيت اسمه انه بصير زيادة للا افراز الكلام فوسفاتيز. في نظريات بتقول لانه اصلا العظم تبع الجنين بيبلش يتكون بده يبلش يتكون فراح يرتفع الانزيم. المهم انه بلي بريغنانت ويمن الكلام فوسفاتيز بكون اعلى من انه بريغنانت. تمام. البون تيرن اوفر هو نفسه يعني نقدر نقول انه نفسه السايكل هاي انه بكون في عندي بعدها بصير في عندي اه او بصير في عندي اه بون اه فورميشن. فاي عملية قلناه مستمر لحد ما. تمام تمام. هون اه برجع بعيد نفس الاشي اللي اللي شرحناه انه لما يكون في عندي اه بون تيرن اوفر اللي هو سواء بناء او هدم رح يصير في عندي ارتفاع اه لماركر معينة سواء كانت هاي انزيمات مثل مثل البون اه الله مصرح على سيدنا محمد البون الكليين فوسفاتيز او بصير في عندي الاسيد فوسفاتيز او بكون في ارتفاع يعني اما انزيم اللي بيرتفن او الانزيم ايشي عن الانزيم لي يعني مثالها لبروتينات فممكن يكون في ارتفاع لل يعني لقطع الكولوجين لما صار في تكسير رح يتكسر الكولوجين فراح ترتفع او الاضر اه بروتينا تمام هون طبعا الدكتور بركز كثير على الاساي بشرح ولكن بالعادي ما بجيب عليها اسئلة هون بذكر انه الانزيمات كاساي هو بهمه اه الانزيمات النشطة ومش كمية الانزيمات ايش يعني يعني مثلا ماذا اجد فحص انزيم معين موجود عندي بالدم هو يعني بفحص لي الانزيمات النشطة يعني الانزيمات اللي قاعدة بتعمل ايكشن معين اما انزيم مثلا موجود ومش مؤثر او انزيم مش شغال ما يعني ما بهمني في الانزيمات كاساي اما انزيمتك اساي هو يعني بركز على الكنسنتريشن بتقيسها هاي بتقيس كمية هاي بتقيس فعالية مش كمية تمام طيب هون رح يبدأ شو تذكر لي ايش هم اللي يعني الماركر اللي اذا شفتهم بعرف انه في عندي بون رزوربشن وايش هم يعني الماركر اللي بس اشوفهم بكون في عندي بون فورميشن انا هون بهمني بس اكون حافظ ايش اللي للرزوربشن وايش اللي للفورميشن يعني اذا بدو جيب رح يجيب لك مثلا كل الفورميشن معادة او كل الريزوربشن معادة تمام فالماركر للبون رزوربشن اول شي احنا عارفين الريزوربشن يعني تكسير فاشو اللي بدو كون عندي اما بدو كون في عندي احتفاء انزيمات او يعني او نواتج تكسير للكولوجين او البروتينات الثاني تمام فاول واحد عندي هو كولوجين بريكداون برودكت اشو ما بدو احفاظهن اللي هما الهايدروكسي برولين اه هيدروكسي رايسين اه غلوكوسايد اه اشهاي بردينيام اه كروس لينك كولوجين تايب ون اه تيروبيبتايد تمام تمام طيب فاول مكون اللي هما نواتج تكسير للكولوجين هذول الاربع بدو اكون حافظهن والاشي الثاني اللي بكون مرتفع نانكولوجين ماتريكس بروتين احن قلنا ما هي الاكسترا ماتريكس مكون عندي من كولوجين ونانكولوجين بارت فهي النواتج تكسير للكولوجين وهي النواتج تكسير الانكولاجين بروتين تمام ايش هما البون اه سيالة بروتين والاستيو اه سبيسيفيك انزايم بتكون مرتفعة مثل اه تارتريت رزيستنس اسيد فوسفاتيز او الكثب سنكي تمام تمام طيب ايش هذول سيالة بروتين هو مسؤول عن اه يعني بعمل عندي ريجوليشن لهايدروكسي ابيتايت اه كريستال فورميشن اخذناها من مكونات المحاضر الماضية هاذ يعني هاي وظيفته طبعا لما صرفي عندي تكسير وهو اصلا موجود عندي بنسبة كبيرة في الاكسترس الليرماتريكس فلما تتكسر اكيد رح يرتفع عندي اه نسبته اه هون بحكي عن انزيمات اه معينة الاسيد فوسفاتيز اه هو موجود عندي باكثر من مكان اه فقلنا الاشي او الانزيم الانزيم الموجود عندي باكثر من مكان ما بقدر اقول انه سبسي في كل البون الا اذا استثنت باقي الاسباب فهون في عندي مادة هي التارتريت هو ريزيستنس لها يعني عشان اميز انه هذا ارتفاع الانزيم سبب العظم او مكان ثاني بضيف هاي المادة اذا عملت انهيبشن لهذا الانزيم فمعناها مش العظم اذا ما اثرت على الانزيم وظل عندي شغال معناها العظم الكثب سنكيه طبعا مش مطلوب من كوبس هذا يعني عنده يعني عنده قابلية لتكسير الاستن والكولاجن تمام مش مهم حاليا ولكن انه بس عرفوه كاسماء هون بس بشرة عن التارتريت انه قريقة اللي بأثر فيها انه بعمل انهيبشن او لا وعشان اميز انه هل هو سبب العظم او مكان ثاني طيب الماركر للبون فورميشن اما ابدو كون عندي تكوين الكوليجن او البروتينات الثاني تمام البروتينات نفس الاشيه في عندي بروبيبتايد بعدها بتحول البروبيبتايد فالبروبيبتايد هي مرحلة ما قبل تكوين الببتايد فاذا كانت هاي مرتفعة دليل انه انا بدي اكون عندي الببتايد كامل او اللي هو الكوليجن تمام طيب الاوستيو بلاست البروتيين اللي هم الاوستيو كالسين والالكالاين فوسفاتيز هذا ذكرنا بالبداي انه اصلا بتصنع داخل الاوستيو بلاست وهو مسؤول عن المينراليزيشن فطبيعي جدا اكون عارف انه كونه اصلا بالاوستيو بلاست فهي مسؤول عن البناء فهو من الماركر للبون فورميشن الاوستيو كالسين برضو هو بتصنع عندي في يعني هو وين مكان تصنعه مكان تصنعه في الاوستيو بلاست فعشان يرتفع او لما يكون مرتفع انا ها بدي اعرف انه انه في عندي اوستيو بلاست ناشطة حاليا فبرضو يعني هو من البون فورميشن ماركر تمام هون في عندي او ماركر هذول بس ما بقدر استعملهن او يعني هن بدلين انه في عندي مشكلة بالعظم ولكن ما بقدر اميز انه هل هو المشكلة فورميشن ولا او رزورشن تمام يعني مثلا باقي الماركر كنت اعرف انه مثلا اذا شفت الكلام فوسفتيز بعرف انه في عندي فورميشن هاذ ماركر الفورميشن او اذا شفت مثلا عندي الهايدروكسي برولين مثلا بعرف انه هذول عندي رزورشن بينما هذول الاثنين هم بدلوني انه في عندي مشاكل في العظم سواء بناء او هدين بس ما بقدر اميز شو المشكلة بالظبط تمام هاذ الجدول انا ما بعرف الدكتور شو بده منكم تحفظه ولكن هنه نفس الماركر اللي نذكر من فوق بس يعني هون مقسمني هن مين للفورميشن مين للريزوربشن ولكن هن باقي المعلومات انه من وين بقدر اخذ العينة شو الاميون السيء او الطريقة اللي او الفحص اللي بقدر اعمله عشان اميز هن طول اسماء او طرق لعمليات بقدر اميز او اعمل ديتكشن لهذا الانزيم او لهذا البروتين عندي موجود في عين معينة تمام فهون بذكر لي انه مثلا هاي باخذ عينة من السيرم عشان نفحصه اشي من اليورين اشي من البلازمة اه برضه هون قاعد بميز انه يعني من وين اصله هاد او من وين اجا احنا مش كنا نقول انه مثلا اشي متكسير الكولاجين اشي موجود جوه الاستيوبلاست او اشي موجود جوه الاستيوبلاست هون يمميز لبناتهم فهذول الاول صفين انذكرين فوق هذول ما بعرف الدكتور شي بده منكو انتو حفظوا اللي بقولكو يا الدكتور هذول طبعا الدكتور ما شرحهم بالريكورد او ما يعني ما ركز عليهم هم نفس يعني نفس الماركر الموجودين فوق ولكن حاط معلومات معينة عن كل ماركر يعني معلومات حفظ مش اكثر يعني مش كثير بده اركز عليهم لانو الحظية وقت و الدكتور اصلا يعني ما اتطرق لهن وبالعادي بالعادي ما بيجيب عليهن سنوات ما بيجيب عليهن سنوات مش يعني انو ما تحفظوهن لا اقراوهن anyways ولكن هو بالعادي ما بيجيب عليهن فعني اعطو اهمية لباقي المعلومات ولكن مر عليهم احتياطا اه نفس الاشياء اللي انذكرت فوق ولكن بس انو معلومات اضافية خفيفة ان شاء الله الكلام فوسفاتيز يأتي برتبط على ريسبتور موجود على السطح الاوستيوكارسين هي حجمه هاي هون رجع ذكر لي ان الاوستيوكارسين هو تصنع في الاوستيوبلاست او الودنتوبلاست او الهايبروتروفيك كوندروسايت اللي هي هاي خلايا الكارتلج هاي الخلايا العظم والودنتوبلاست اتوقع هاي الخلايا الموجودة في الاسنان اه برضو البروكولوجين بروكولوجين تايبون بروبيبتايد هون هو بيقول لي دراكب من الكولوجين تايبون تايبون اللي هو موجود عندي في العظم مينلي يعني معلومات مش عارف لاش الدكتور رجع ذكرها اوه لكن مذكورة طيب هون رجع عاد الماركر للبور ريزوربشن هادروكسي بروليين احنا نعرف انه مثلا لما يكون في عندي الديان اي رح يصير له ترانسكريبشن لما سنجر ام ار ان اي بعدها رح يصير الترانسكريبشن تمام عشان يعطيني اللي هو البيبتايد او رح يعطيني البروتين اللي بدي يعطيني الوظيفة المعينة اللي اللي اصلا هذا الجين رح يترجم اليها تمام ولكن بعد الترانسكريبشن او بعد الترانسكريبشن احيان بصير في عندي تعديلات عشان يعطيني مثلا احنا نعرف ان ال جين الواحد يمكن اترجم اكثر من البروتين مثلا تمام او الكودون ممكن يعطينا اكثر من جين فمن بتتحكم بانواع المختلفة من البروتينات او احيانا التعديلات هانان يمكن مش انه تعطيني النوع جديد او تعطين وظيفة ثانية احيانا هاي تعمل لي طفرات في تطليع له hogy اقlage الإزنان Chris smiles احيانا مثل فاندي بصر ترانسكريبشن العوداء احيان بص są you can post translation modification حسب العملية وحسب المسنجر ارن اي او الديان اي او الجين اللي عندي بيختلف عندي الناتج تمام فالهيدروكسيبرولين هو بقول لي من بطلع من البوست ترانزليشن الهايدروكسيليشن للبرولين تمام هاي المعلومات يعني اقراوها صدقا لو بدي اقراها انا رح اكم بس يعني تلاوعة طرح رح تكون فانتوا اقراوها لحالكم ما فيها اشي وهي هون حتى التفريق يقول لكم الدكتور ما ما شرحها تمام الماركر نذكر من فوق ولكن كمعلومات اضافية فها بتبير تقراوها لحالكم هون رح نبلش بالجزء الثاني من المحاضرة جزء الامراض الجزء الاهم من المحاضرة صدقا والجزء اللي بيجي عليه الاسئلة بالعادة تمام فهون خلي تركيزكو اكثر بالمحاضرة لان هون العلامات بتيجي تمام يعني هن هم يعني كم مرض مش كثار وسهلات ولكن بدهم شوية تركيز عشان تكونوا ملمين معلومات عشان تكونوا عارفين ايش اللي بيجا لهم طيب دوتشين مسكلر ديستروفي هذا بالذات المرض تقريبا كل مرة او كل امتحان كان الدكتور يجيب عليه سواء لذا بترجع للسنوات انا رجعت للسنوات قبل ما اشرح المحاضرات كانت اغلب الاسئلة على هذا المرض فرقزوا عليه جدا وكونوا عارفين شو اهم من المعلومات هذا المسكلر ديستروفي عبارة عن مجموعة من الامراض الوراثية مجموعة من الامراض الوراثية بيكون في عندي ايش بيكون فيها muscle weakness تمام تمام هذول المجموعة من الامراض الوراثية اللي هم المسكلر ديستروفي في منهن امراض متعلقة ببروتين اسمه ديستروفي تمام تمام هذول المرضين الوراثيين اللي بيعملوا لي muscle weakness اللي متعلقات في الديستروفي هم عندي مرضين واحد اسمه دوتشين muscular dystrophy والثاني مش مطلوب منكو لكن يعني كويس تكونوا عارفينه اسمه بيكر muscular dystrophy تمام تمام لش ذكرت الثاني لانه اصلا مرتبط في نفس البروتين تمام تمام اصلا راح اقولكو شو الاشي الفرق بينهن طيب اللي اصلا سيدنا محمد فالدوشين muscular dystrophy هو عبارة عن x-linked انه مرض وراثي كونه x-linked فهو يعني مور بكون في المن لانه المن عنده هو x-y فاذا x واحد انصابت كافي انه يبين المرض بينما الانثى عندها x-x فلو هاي انصابت عندها هاي سليم ممكن تعطي وظيفة طبيعي فعادي يعني تمام طيب خلينا نشيلهن اوكي طيب هو x-linked genetic disorder عن طريق اه ايش بالزبط اللي بصير فيه اه اه هاس احنا اقول ان هذول المرضين متعلقات في ال dystrophy فبالدوشين muscular dystrophy او dystrophy ايش اللي بصير في عندي انا dystrophy كامل ببطل يطلع عندي يعني ما بفي عندي dystrophy فبالتالي في عندي خلال كبير تمام تمام رح يطلع عندي مسال الويكنس ورح يسبب دي مجموعة من السمتم اللي رح تظهر على هاذ المريض طيب البيكر شو بفرقة عن هاذ البيكر بكون في عندي مسشيف في ال في ال dystrophy فهم الاثنين اللي هم علاقة بال dystrophy ولكن واحد في عندي absence لل dystrophy اللي هو بال دوشين muscular dystrophy بالبيكر بكون في عندي مسشيف تمام تمام طبعاً نمط الوراثة مهم جداً otosomal dominant كان دكتور بالعادة او باغلب الاسئلة بالخيرات بكون وكاتب لك otosomal recisive مع انه مش ذاكرها ولكن مذكور جايب عليها كثير اسئلة انه من نجم الخطأ والجواب هو ال otosomal recisive فهو otosomal dominant هو بكون في عندي absence لل dystrophy بيكون مبين على عمر صغير وهاي مهمة جداً انه هذا المرض او هاي اعراض هذا المرض بتبلش تظهر على الانسان بعمر كثيراً صغير تمام تمام يعني مش وهو باله مش وهو كبير حتى في يعني مصادر بتقول انه بتبلش الارات تظهر على عمر اقل من خمس سنوات تمام فبكون في عنده مسل اه weakness بتبين على عمر صغير هاد ال prevalence alone من كل 3600 شخص في عندي واحد مصاب طبعاً هاد اشي يعني نوعاً ما انه فيه alone prevalence بالميل ذكرنا ليش بالميل لانه x-linked وفي عندي تسع انواع من المسكولر dystrophy تمام تمام اش يعني اسألت السنوات اللي كانت تيجي عليه اول شي انه otosomal dominant انه بيجي على عمر صغير انه فيه absence لل dystrophy انه في عندي تسع انواع من المسكولر dystrophy يعني هذول اهم الاشياء اللي كانت تيجي تمام هون هو يعني زي زي case scenario عن طريقة المرض كيف بيجي انه بيبلش انه اول شي عنده على عمر صغير في عنده شوية اعاقة بالحركة بعدها بس يكبر لعمر التسعة اتوقع ذاكرينه هون بصير بده واحد يساعده بالمشي بعدها بصير بده كورسي متحرك لحتى ينتقل بعدها ما رح يقدر يتحرك بالمرة فهون بذكر لي بس زي scenario انه كيف ممكن يجي هذا المريض او الطريقة اللي رح يشكي فيها من 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 الاعراض تبع المرض تمام فهون هو progressive ايش يعني progressive يعني الحالة بتزيد سوء مع التقدم بالعمر فبتبلش فيه weakness باللور لمب على العمر الاربع سنين بعدها بصير بده واحد يساعده على عمر التسعة سنين ااا بعدها ايش بصير بعدها بصير بده يعني كورسي متحرك هون بذكر لي انه هي لها علاقة في الوراة احنا قلنا هو تساوم الدومينينت طيب هاي هون انه بده ويلتشير على عمر الاثناش هون بذكر عن ارتفاع ايش هو الكريتانين كاينيز 2600 مع انه طبيعي 150 تمام فبس احمل معلومات قلنا انه هو X-link وعلى عمر صغير تمام هون ايش برضه في عندي معلومات الدوتشين وصل ديستروفي هو عبارة عن بروغريسب وانهرته بيجعله في تمام لما قلنا قبل انه رح يوصل المريض لمرحل انه اول شي بكون في عنده بعدها بصير بديه واحد يساعده بعدها بصير في عنده بده كرسو متحرك بعدها بصير يعني زي خلينا بالعادة بقولوها الطريح الفراش اللي هو ما بقدر يتحرك تمام المنج منتقلو انه بده سواء تعديلات جينية او علاجات وغيره معي هاي المعلومات هون اهم شي كنتكونوا عارفين انه هو بيجعله عمر صغير والاشياء لن ذكرت قبل هو مرض جيني او كونه بروتين او جين واجينات كبيرة فبصير له ديليشن طيب معلوم ما انذكرت من قبل السنوات فتقدر تسحب عليها طيب غلايكوجين استورج ديزيز احنا نعرف اشوال غلايكوجين اللي هو يعني طريقة اللي بتخزن فيها غلوكوز بالجسم تمام تمام بتخزن عندي غلوكوز برجع وقت الحاجة لما بده غلوكوز او بده طاقة معينة لانه نعرف غلوكوز رح يتحول او صر غلايكو لايستش هنطلع للأتيبي فلما احتاج طاقة او لما احتاج غلوكوز رح يتكسر هذا عندي غلايكوجين ويعطينا غلوكوز او يعطينا الطاقة طيب هذا موجود يعني بشكل طبيعي بيكون موجود عندي غلايكوجين بالجسم ولكن ضمن كميات معينة ارتفاع غلايكوجين داخل الخلايا او داخل السيتوبلازم تبع الخلايا رح يعملي ايش رح يعملي امراض تمام ورح يؤدي لتدمير الخلايا وموتها طيب طيب فغلايكوجين استورج ديزيز مشاكل في تكسير غلايكوجين انه انا مش قادر مش قادر غلايكوجين اللي مخزن عندي اني اكسر وطلع منه غلوكوز وطلع منه طاقة طبعا ايش بتكون المشاكل مشاكل في انزيمات حسب نوع الانزيم رح يختلف عندي المرض وكل مرض مسمى حسب العالم اللي يكتشفه تمام تمام فكون مميز كل مرض شو الانزيم اللي يكون اه يكون خربان فيه واحيانا بهمك الجدوى الموجودة هون عندي اللي هي اعراض طيب الميكاردل سندروم هو طايب طايب 5 من غلايكوجين سورج ديزيز عن طريق شو بكون او وين تكون المشكلة بتكون المشكلة في غلوكاجون او غلايكوجين عفوا غلايكوجين فوسفل فاذا كان عندي هذا الانزيم في مشكلة مش موجود عندي داخل الجسم ما رح يتخزن او ما رح يتكسر عندي المخزن داخل الجسم فبالتالي رح يطلع الميكاردل سندروم تمام تمام ايش الاراض اللي بيجي فيها هذا المريض بيكون عنده اللهم صلى سيدنا محمد بيكون عنده تتأثر عنده السكيلتال المسل الليفر انزيم مهم هون عندي انه الليفر انزيم بتظل نورمل ما بترتفع او ما بتنخفض او ما بصير فيها مشكلة فرح تتأثر عنده السكيلتال المسل ولكن الليفر انزيم بتظل زي ما هي رح حصير عنده ضعف اكيد من هي اصلا نحن نذكر عن الشياء بتعملي ضعف في الغضلات في معلومة مهمة هون انه نورمل مينتال ديفلوبمنت السؤال ايجا بالسنوات كان انه بصير في عندي امبيرمنت او بصير في عندي مشكلة في المينتال ديفلوبمنت هو لا بظل طبيعي اه مايوغلوبين مايوغلوبين او مايوغلوبين يوريا اش يعني اللي هو ارتفاع مايوغلوبين في اليورين او في الدم لاي ايش لانه نحن نعرف اظهر الموجودات في العضلات فكان ارتفاع عندي لكلايكوجين صار عندي مشكلة وعدد ارتفاع لكميات كبيرة في الخلايا العضلية في السكيلة المسل كنا رح تدمر هاي الخلايا رح يطلع المايوغلوبين اللي فيها للدم ورح يرتش على اليورين رح صار في عندي مايوغلوبين يوريا ومايوغلوبين يمين طبعا عندما يروح على اليورين رح يتغير لون رح صار تقريبا رد اللون اليورين تمام بس هاي اهم المعلومات كونوا عارفين عنده مشكلة في المنت بتكون نورمال الليفر انزيم بتكون نورمال ولكن السكيلة المسل بتكون افكت تمام وبعمل مايوغلوبين ومايوغلوبين يوريا ونفس الاشي قاعد بعيد طيب النوع الثاني من اللي هو بومب ديزيز طيب طو من اللي 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 ديزيز وين تكون المشكلة بتكون موجود عندي في الالف اللي نعرف انه داخل الخلايا او داخل الجسم في عندي اللايزوزوم واللايزوزوم بيحتوي على انزيمات هاظمة تمام تمام فجزء من اللي قلايكوجين بتكسر عن طريق اللايزوزوم عن طريق انزيم الالف ون غلايكوزايدز تمام او غلايكوزايدز تمام تمام فاذا هاذ الانزيم اللي قاعد بيكسر كان في عندي ديفشنسة فيه يعني مش موجود عندي في عندي نقص في هذا الانزيم معناها القلايكوجين ما رح يتكسر فبالتالي رح ترتفع نسبته جو السايتو بلازم تمام فبالتالي رح يعملي مشكله ورح تتموت هاي الخلايا طيب هسا القلايكوجين يعني موجود بشكل طبيعي موجود عندي في السايتو بلازم جو الليفر جو المصل تمام موجود عندي ولكن بكميات يعني او ضمن الحد الطبيعي نعرف ان كل شي موجود عند دخل الجسم ضمن حد معين اذا زاد عن حده رح يعمل تدمير تمام تمام طبعا المصل سواء كانت سكيليتل اللي هي مثل الديفرام مسؤول عن التنفس او كانت الكارديك اللي هي الهارت مسل او السموث مسل الموجود بالبلاد فيزر تمام فلو صار تدمير عندي مثلا السكيليتل مسل فبالتالي رح تتدمر عندي الديفرام فبالتالي عضلات التنفس الماجر من يدي افرام رح تصرفي عندي رسبيراتوري فيلر لو اتدمرت عندي عضلات القلب فبالتالي رح تكون عنده مشكلة في القلب رح تصرفي عنده كارديو ميقليل اللي هو تضخم في القلب سموث مسل في بشدة الاماكن اللي هي موجودة فيها رح تصرفي عنده مشكلة بالليفر رح تصرفي عنده مشكلة فالبومب ديزيز الناتج عن الالفا ون فور غلوكوسايداز يعني رح يعمل لي مجموعة من الاعراض ايش اهمها انه بكون في عنده يعني باكثر من مكان اكسسف غلايكوجين كونسنتريشن طيب بصرفي عنده كارديو ميقليل لانه قلنا هم موجودة في عضلات القلب يعني موجودة ضمن عضلات القلب فاذا تأثر الكوليجين او زاد تأثرت الكوليجين الموجودة داخل عضلات القلب سمكش أن تصرفي عنده كارديو ميقليل سمكش أن يفضل أيرلي ديث نتيجة هارت فيلر وم موضوع ريزيز نتيجة الرسوري المسل يعني رح تدمر عندي اللي سكيلة المسل ستدمر عندي الرسوري المسل مين لدي الديفرام لازوم قلنا ليش انه موجود في العزوزوم لانه بصير باكثر من مكان طيب اش برضو في طريقة علاجه اللي هي انزيم يعوضوا النقص بهذا الانزيم عشان يصير في عندي تكسير وما تصير هاي المشاكل يعني بس هاي هاي الهم من المعلومات اهلر طبعا هاذ هاي الامراض اصلا مفروض كلها تتوضح بالبحث وهذا موضح جدا بالبحث هون ذاكر معلومات جدا جدا بسيطة ايش بصير في هذا هذا المرض بكون في مشاكل في الله مسلحه اصيدنا محمد بالكولجين سنتيزز ف مشاكل بتصنيع الكولوجين الكولوجين هو الموجود موجود عندي في الكنيكتف تيشو باختلاف أنواعها كل تايب من الكولوجين موجود في عندي بتايب معين من الكنيكتف تيشو فمثلا تايبون كولوجين في البون تايب 2 مثلا موجود وين تايب 1 برضو موجود في الاسكن تايب 2 موجود عندي في الكارتلس والثري وفور فايف كل واحد موجود في مكان تمام فشو بصير عندي بإهلاردانلو سندروم هو بس انه في عندي ديفيكتف كولوجين سنتيسي طيب شوف شو هون كاتب له تيروجينس غروب في الكنيكتف تو شو بصير فيه فايش المشكلة في الميتابوليزم للكولوجين او في البروسسينج انزيم يعني هو بس قاعد بذكر لك معلومات جدا بسيطة او انه مشكلة الليه لاردانلو سندروم انه عنده مشكلة في الميتابوليزم يعني مشكلة في عمليات تصنيع او مشاكل فى العمليات تصير على الكولوجين بشكل بسيط تمام وين اكثر ميوتاشن بدصير في الكلوجين تايب 3 تمام بس هاي المعلومات اللي لاكرها طبعا بلباث وموضح بشكل كبير ما رح اذكرها هون عشان معطى معلومات خارجي مش متكورة ماكوعة مش مطلوبة منكو طيب خلنا نشرح اخر واحد بعدها ارجع للأوستوجينيس ومعنها هاي توضحت برضه بالمحاضر الماضي وانذكرت عندكو بالباث والاخير مش عارف لاش ترجعت انذكرت هون طيب الميتوكندرية مايوباثي ايش هي انه بصير في عندي خلال في الميتوكندرية احنا بنعرف ايش بظيفة الميتوكندرية بتطلع لي الاتب ايش هو هو مصدر الطاقة عندي لكل الجسم ايش هو اصلا شكل الطاقة بالجسم اتي بي اتي بي اتي بي انا بتصانع عندي داخل الميتوكندرية فلو مافي ماي توكندرية مافي اتي بي فمافي طاقة من اكثر الخلايا او الاجزاء اللي بدها الطاقة العضلات اكيد فلو مافي طاقة للعضلات فبالتالي ما رح تقدر تعطي وظيفتها فمثلا عضلة القلب ما رح تنبط فرح صار في عندي كارديك فيلر عضلات التنفس ما رح تشتعل فرح صار رسبييروتور فيلر السكليتر مسألة بشكل عام ستصار فيها مشاكل فبالتالي هذا المريض لن يقدر يمشي مثلا أو لن يقدر يقوم بالوظائف مثلا عضلات العين لن تستطيع انقبض فبالتالي العين لا تتحرك عضلات الوجه لا تنقبض فبالتالي سنأخسر تعبير الوجه أو العضلات التي بساعدتنا في عمليات البلع فلا يقدر يبلع أو لا يقدر يحرك لسانه فحتسب العضلة التي تتأثر سيختلف عندي الاسمتوم اللي طاله تمام تمام ايش سببهم سببهم ضربة الميتوكندرية اللي هي مصدر الطاقة بالجسم فبالتاني ما في طاقة طيب growth neuromuscular disease دمج للميتوكندرية طيب تظهر على عمر العشرين هون ذاكر اسماء للأمراض هي لأن الميتوكندرية اللي ما يباثيها مجموعة من الأمراض فهون ذاكر بس أمثل على أمراض ما بعرف ذات الدكتور هون عميدة كاتب انه الدكتور ما ذاكر منه شي فما بعرف شو راح اطلب منك بالامتحان بس ما توقع عن المطلوبات طيب آخر اشي osteogenesis imperfecta ذكرنا بالمحاضرة الماضي ذكرنا بالمحاضرة هاي انه أنا عندي الكولوجين نكون عندي من غلايسين غلايسين و 2 amino acid وعرفنا انه الكولوجين برضو 3 chain 2 alpha 1 1 alpha 2 تمام تمام طيب osteogenesis imperfecta اللي هي brittle bone disease كمان الاسم الثاني لها ايش كمان من الساين المهم جدا اللي بتيج عليك اللي هو البلوس كاليرا تمام تمام طيب شو اللي بصير فيها شرحت كمان مرة الماضية انه اللي غلايسين بتبدل عندي في بالك اماين واسد اللي هو اللي بتربتوفان فراح يطلع عندي الكولوجين في مشكلة طبعا الاستوجينيس is imperfecta في عندي اكثر من نوع اتوقعهم وكانوا ثمن انواع والنفروض مش رحت عندكو بالبعثة حسب كل نوع يعني بعتمد الطريقة اللي بصير فيها وتتغير سيفرتي تبعته طيب اللي هو brittle bone disease أو brittle bone syndrome اعطيتكم المرنمات الطريقة الحصد brittle من بلو سكاليرا brittle bone disease البون اللي هي البون فراكتش اللي رح تستكسر العظام disease demon الدفنس اللي بصير في عنده مشاكل في السماء مش مهم طيب هو inherited disorder بصير في عنده مشاكل في ايش رحصير في التكسر بالعظام رحصير في عنده مشاكل العمود الفقر ممكن يصير في عنده اللي هو الكايفوس الكايفوس اللي وحنا نسميها اللي هو اللي بصير عنده زي الحدف بالعامية او انه ظهر بتحسه زي من النصراج الوراء فبكون حاني لقدام طيب type 1 ايش هو osteogenesis imperfecta تاردهم بكون عندي نقصان في بنتج عندي طبيعي لتبعاته ولكن بكمية قليلة هي decrease production للألفة والألفة والألفة والتو طيب يعني بطلع على عمر صغير طبعا اللي عنده osteogenesis imperfecta معرض أصلا اسمه brittle bone فالأذام نسميها هالشي ممكن تنكسر على minor trauma يعني لو واحد بس ضربة خفيفة ممكن يتكسر وحين ممكن تكسر بدون أي trauma type 2 منه اسمه آه آه استو جنيس is imperfecta congenita آه هو أكثر severity من type آه من type 1 والمريض منشو بيموت من مشاكل في التنفس تمام تمام برجاء بذكر لي انه collagen glycine 2 amino acid osteogenesis imperfecta OI ايش المشكلة الجليcine بتصير عندي tryptofan تمام تمام وهيك تكون انتهت المحاضرة زي ما قلت لكم المحاضرة أسلت السنوات آه أغلبها جاي على هاي الأمراض خصوصا على Duchenne like أو Duchenne muscular dystrophy أهم معلوماتها انه تساهم dominant male أكثر العمر صغير وانه absence في dystrophy آه هون برضو نفس المعلومات تقريبا هذ الجدول والطفرة هي deletion تمام distorage disease بسي قلنا احفظوا اسم المرض مع الانزيم برضو هون في معلومات مهمة هون انه في عندك اللامس رأس سيدنا محمد mental development ما بتتأثر liver enzyme ما بتتأثر تمام وفيه المايقلوبين نيميا ويوريا البومبي disease اش بصير في عندك cardiomegalia ويكون في عندك generalize ليش لانه ذكر انه بكون في بالليفر بالعضلات كل بتتأثر هون بس انه في عندك مشكلة defective في collagen synthesis فه رح يتأثر مختلف انواع اكثر واحد type 3 الاستوجين امبرفكت ذكرناها هسه والميتو ما يبثي قلنا انه ما في عندي ATP فبالتالي حسب العضل اللي رح تتأثر رح يطلع عندي العراض وهي عندي الانواع والماركر ذكرناها وشرح نها يعطيكم العافية بالتوفيق وايحد عنده سؤال يبعث لي